هل تلامس أنصة الذهب مستويات الثلاثة ألاف دولار في نهاية العام 2024 وسط استمرار انكماش كبرى اقتصادات العالم بحسب تصريح رئيس قسم أبحاث السلع في أمريكا الشمالية في سيتي بانك بالتحديد لسي أم بي سي هو اعتبر أنه من المتوقع أن تلامس أنصة الذهب مستويات الثلاثة ألاف دولار بنهاية العام 2024 أو خلال العام 2025 وذلك وفقا لعدة عوامل العامل الأول بحسب رئيس قسم أبحاث السلع في سيتي بانك هو إذا تضاعفت مشتريات البنوك للذهب إلى 2000 طن خلال العام الحالي هذا سيؤثر وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير في هذا الإطار نذكر أنه خلال العامين الماضيين مشتريات الذهب من قبل البنوك المركزية تخطط الألف طن واليوم هذه المشتريات يمكن أن ترتفع مرة جديدة خلال العام الحالي بحال استمرت وتعززت مخاوف دخول العالم في ركود اقتصادي نذكر اليوم أن بريطانيا دخلت في انكماش فني أيضا اليابان انكمش اقتصادها لربعين متتاريين ودخلت في ركود فني وهذا سيؤدي اليوم إلى احتمال تطبيق سيناريو خفض الفائدة بسرعة إذا اليوم أيضا احتدمت الأوضاع في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي اليوم المخاوف من دخول العالم في ركود اقتصادي يمكن أن يعزز مشتريات الذهب من قبل الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الكبرى أيضا في هذا الإطار نشير أنه انخفاض الطلب على الدولار الأمريكي في الأسواق الناشئة من العوامل التي يمكن أن تعزز وتؤدي إلى ارتفاع السعار الذهب نذكر في هذا الإطار أن الهند بشكل تحديد اعتمدت العام الماضي سياسة جديدة للتجارة الخارجية ترتكز على استخدام الروبية وتعزيز صادراتها هذا أثر على تعزيز صادراتها وطبعا اليوم استخدام الروبية مع الدول الكبرى في التجارة الخارجية يؤدي أيضا إلى انخفاض الإقبال على الدولار وهذا بالتالي سيرفع الإقبال على شراء الذهب أخيرا في هذا الإطار نذكر بحسب بنك الشعب الصيني أو هذا هو كان البنك الأكبر كمشتري للذهب بواقع 225 طنا في العام 2023 وبالتالي ارتفع مخزون الذهب لديه إلى 2235 طنا وبالتالي يبقى السؤال هل فعلا يمكن أن تلامس أنصة الذهب مستويات الثلاثة ألاف دولار في نهاية العام الحالي؟ ترجمة نانسي قنقر